السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العزاء مرحبا بكم في فيديو جديد هنتكلم النهاردة عن بداية موسم الحصاد وده أول أسبوع من ديسمبر فيه تراجع في أسعار خمس سيارات جديدة ما بين خمس تلاف إلى خمسين ألف جنيه أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية في الأسبوع الأول من ديسمبر عن تخفيض أسعار بعض الطرازات الجديدة بنسبة تراوحة من خمس تلاف لخمسين ألف جنيه وهحاول أكشف لكم التخفيضات الأخيرة وده تأكيد لتوقعات العديد من خبراء السيارات اللي أشاروا إلى التراجع الأسعار قبل نهاية 2019 طبعا الأسباب كتير منها حملة المقاطعة ومن أبرزها انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري ورغبة وكلاء كتير عندهم مخزون كبير من موديلات 2018 و2019 و2020 عايزين يخلصوا كل المخزون ده علشان يتوفر لهم الاعتمادات المالية لشراء موديل 2021 بالإضافة لمحاولة البعض انعاش مبيعات الموديلات بتاعتهم وشملت قائمة التخفيضات خمس سيارات بتحمل علامات تجارية يابانية وأمريكية تنوعت بين طرازات هاتشباك صغيرة وسيدان واسيوفي رياضية متعددة لاستخدامات أول نوع اتعمله خصومات جامدة فورد إيكو سبورت تراجعت أسعار الفئة الأولى البيز من فورد إيكو سبورت الجديدة بقيمة 30 ألف جنيه وبكده يبقى سعرها الرسمي 269 ألف وتسعمية جنيه بدل 299 ألف وتسعمية جنيه الفئة الثانية التريند بقى سعرها بعد التخفيض 289 ألف وتسعمية جنيه بعد ما كان سعرها 319 ألف وتسعمية جنيه يعني برضو هي فقدت 30 ألف جنيه من قيمته أما الفئة الثالثة السبورت بعد التخفيض بقى سعرها الرسمي الجديد 319 ألف وتسعمية جنيه بدل 349 ألف وتسعمية جنيه الفئة الرابعة بتاعة الفورد إيكو سبورت التايتانيوم الأعلى انخفضت أسعارها 15 ألف جنيه بس علشان يبقى سعرها 359 ألف وتسعمية جنيه بدل 374 ألف وتسعمية جنيه وبتتوفر فورد إيكو سبورت 2019 اللي بتنتمي لفئة السيارات السيارات السبورت يوتيلتي فيكل الرياضية متعددة لاستخدامات بمحرك 3 سلندر ساعة 1000 سي سي بقوة 123 حصان مناء الحركة من 6 سرعات أوتوماتيك بالنسبة لتاني عربية عليها تخفيضات السيارة نيسان صاني قررت شركة نيسان موتور إيجيبت تخفيض جميع فئات السيارة نيسان صاني السيدان موديل 2020 المجمع محليا بقيمة 25 ألف جنيه على أن يسر التخفيض ده خلال ديسمبر الحالي وخفضت 25 ألف جنيه دي للفئات التلاتة بتوع نيسان صاني وتراجعت أسعار الفئة الأولى من نيسان صاني بواقع 24 ألف جنيه عشان يبقى سعرها الرسمي للفئة الأولى 198 ألف وتسعمية جنيه وقبلها كان سعرها 223 ألف جنيه انخفضت الفئة التانية بنفس القيمة عشان يبقى سعرها الجديد 209 ألف جنيه مقارنة بسعرها القديم اللي كان 234 ألف جنيه في حين الفئة التالتة الأعلى تجهيزا هي الحققت أكبر نسبة من التخفيض اللي بلغت 25 ألف جنيه وبقى سعرها دلوقتي 220 ألف جنيه بدل 245 ألف جنيه وبتتوفر نيسان صاني في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيز محركها 1500 سيسي بقوة 108 أحصان منقل حركة أوتوماتيك شركة رينو الوكيل بتاعها الشركة المصرية العالمية للتجارة سبق أن أعلنت عن تخفيض أسعار عدد من الطرازات الموجودة في السوق المصري ونسبة التخفيض بتاعتها كانت من 17 ألف ل 26 ألف وترجعت أسعار الفئة الأولى من رينو لوجن بواقع 23 ألف جنيه علشان يبقى سعرها الرسمي 165 ألف جنيه والفئة التانية برضو تخفضت بنفس القيمة وبقى سعرها الجديد 177 ألف جنيه مقارنة بسعرها اللي قبل كده اللي كان 200 ألف وترجعت الفئة التالتة برضو وفقدت 25 ألف جنيه من سعرها وبقى سعرها 188 ألف جنيه مقارنة بسعرها القديم اللي كان 213 ألف جنيه بالنسبة للعربيات اللي اتعمل لها تخفيضات برضو الفوردي فيستا هاتشباك موديل 2019 كانت نزلة بنسختين الأولى 3 أبواب والتانية 5 أبواب والتنين فيهم محرك صغير 3 سلندر سعة 1000 سيسي بقوة 99 حصان المحرك ده مربوط بنائل حركة يدوي من 6 سرعات وده بيتوفر في الفئة سلاسية الأبواب بنائل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وده موجود في النسخة خمسية الأبواب أسعار الفئة الأولى اللي بتلت أبواب من فوردي فيستا اتعمل لها تخفيض بواقع 5000 جنيه بقى سعرها 229 900 بدل 234 900 أما الفئة الأولى خمسية الأبواب فسعرها تراجع 35 000 جنيه وبقى السعر الجديد 239 900 بدل 274 900 بالنسبة للفئة التانية وصل من اقدار التراجع في سعرها 40 000 جنيه عشان تتباع بـ 259 900 بدل من 299 900 والفئة التالتة تراجعت بقيمة 45 000 جنيه علشان يبقى سعرها الرسمي 279 900 مقارنة بسعرها القديم 324 900 في نوفمبر الماضي وبلغ معدل التراجع في الفئة الرابعة عالية التجهيز من النسخة خمسية الأبواب 45 000 جنيه وبقى سعرها الرسمي الجديد 329 900 بدل من 374 900 وبالنسبة للسيارة فورد كوجا عليها برضو تقفضات الـ SUV بتتوفر في مصر بربع فئات بتشتغل كلها بمحرك 4 سلندر 1500 CC 180 حصان قدرة مرتبط بناء الحركة أوتوماتيك من 6 سرعات الفئة تريند اللي هي الأولى تراجعت بقيمة 40 000 جنيه وبقى سعرها الرسمي الجديد 457 500 بدل من 497 500 والفئة التانية سبورد انخفضت برضو بنفس القيمة عشان تتباع بسعر رسمي 507 500 جنيه بدل من 547 500 جنيه الفئة التالتة تيتانيوم فقدت 40 000 جنيه من سعرها وبعد التخفيض بقت بتتباع ب 557 500 جنيه بدل من 597 500 جنيه وفقدت الفئة الرابعة الـ ST الأعلى من كوجا 40 000 جنيه من قيمتها السابقة وبقت بتتباع ب 607 500 مقارنة بسعرها القديم 647 500 والسيارة فورد فيوجن من ضمن السيارات اللي حصل عليها تخفيض بتقدم فيوجن موديل 2019 سيدان عائلية متوسطة الحج بأربع فئات من التجهيزات وكلهم شغالين بمحرك أربعة سلندر بسعة 1500 بيدي قوة 157 حصان وبينقل حركته للمحاور نائل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات التوكيل المحلي أقر تخفيض بقيمة 50 ألف على أسعار جميع الفئات وبكده يبقى سعر الفئة الأولى من فورد فيوجن 424 900 جنيه بدل من 474 900 جنيه والفئة الثانية بقى سعرها بعد التخفيض 474 900 جنيه بدل 524 900 جنيه ووصل سعر الفئة الثالثة 524 900 جنيه بدل 574 900 جنيه والفئة الرابعة كاملة التجهيز بقى سعرها الرسمي في ديسمبر 549 900 جنيه مقارنة بسعرها الأديم اللي كان 600 ألف جنيه في نهاية الفيديو أتمنى أقدمت لكم معلومة مفيدة أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر